قام مساء أمس وفد من المجلس الأمني التابع للاتحاد الأفريقي بزيارة إلى إدارة القوات المشتركة للجنة حوض بحيرة تشاد وذلك بهدف الوقوف على سير عمل القوات المشتركة والأوضاع الأمنية في المنطقة والمعلومات التي تسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب خاصة جماعة بوكو حرام مزيد من التفاصيل في تقرير آدم حنفي فاضل مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائب المنظمة التي من شأنها تفكيك وتخريب الولدان هو المحرك الأساسي لدفع هذا الوفد الذي هو يمثل الطاقم الأمني والاستراتيجي للاتحاد الأفريقي كما أنه المجلس الأمني للاتحاد الأفريقي ذاته قام بزيارة إلى مقر إدارة القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب بلجنة حوض بحيرة تشاد وقد يتكون هذا الوفد من جميع المتخصصين في قضية محاربة التطرف والإرهاب منهم خبراء حربيون ومهندسون جغرافيون وآخرون فنيون إلكترونيون القائد العام للقوات المشتركة اللواء لوكي إيريبو في كلمته الترحبية قد رحب بهذا الوفد الذي قام بهذه الزيارة التي تهدف إلى جمع المعلومات من قبل القوات المشتركة بحوض بحيرة تشاد وذلك من أجل تفادي بعض المشكلات التي تواجهها القوات المشتركة وفيما يتعلق بتوضيح رسالة الوفد الزائر قد تحدث أحد الزائرين وهو صفير الشادي بدولة إيسوبيا محمد زين شريف عن أهمية الزيارة زورنا كوماندما هنال جيش المشترك بين الأربع الدول وشان نلقو منهم كل المعالمات أسكرية ودى الإنسانية وكيف يعني الاتحاد الأفريقية يبدو الجهدة شان المجتمع الدولي يجيب تعاون لهذا البلدان ولهذا الجيش وكما تعلمون بقوهرام كان عنده كثير مدن في تحت ساتر حقا وفي ناجيريا في كامرون وفي نيجر وعليوم ما في مكان معين في مدينة واحد تقول بقوهرام قاعد إذن هذا الجيش أمل كل الجهد ومبادرات ودعوا نفسهم وقاعدين بجيب الاستقرار ودمروا بقوهرام هذا ويذكر بأن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها منذ أن تولى اللواء لوكي إيريبو القيادة العامة للقوات المشتركة بلجنة حفظ بحير الشاد ترجمة نانسي قنقر